رأى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس لعلالة تطوير التعليم والتدريب صباح اليوم في فندق سوفتيل افتتاح مؤتمر التعليم الالكتروني الذي تنظيمه كلية البحرين التقنية بولي تكنيك البحرين ويستضيف عدد من الخبراء الدوليين في مجال التعليم الالكتروني وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب عبر عن سعادته برعاية مؤتمر التعليم الالكتروني الهادف إلى عرض ومناقشة التطور التكنولوجي المتسارع والمستجدات والتغيرات التي طرأت على التعليم الالكتروني وتمكين الباحثين من عرض آخر ما توصلوا إليه من نتائج في هذا المجال وقال سموه إن بوليتيكنك البحرين التي هي أحدى مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب قد سعت منذ إنشائها إلى تخريج جيل مزود بالمعرفة وثقافة القرن الحادي والعشرين التي يتطلبها ويحتاج إليها سوق العمل والقادر على المنافسة في قطاع ريادة الأعمال والإنتاج والابتكار مؤكدا أن موضوع المؤتمر الذي يرتكز على التعليم الإلكتروني جاء ليواكب طبيعة عمل البوليتيكنك ومنهجها القائم على التعليم التقني والتطبيقي بما يعد إضافة نوعية للكلية في عملية التطوير المستمر ويخلق الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة والتطبيقات والخبرات عن طريق المناقشة والحوار فيما يخص التحول إلى التعليم الرقمي والإلكتروني والتميز فيه وبالتالي الاستفادة من الأفكار المبتكرة بما يؤدي إلى الارتقاء بالتعليم العالي في مملكة البحرين حتى يكون منافسا لمؤسسات التعليم العالي العالمية المرموقة وأضاف سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أنه في ضوء تطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم فانتجاه التعليم ينتقل من مراحله التقليدية المعتمدة على التلقين إلى برحلة الابتكار والإبداع المعتمدة على التفاعل في بيئة إلكترونية رقمية متكاملة وهو أمر نسعى إلى تكريسه في مدارسنا وتطويره ليشمل مختلف المراحل الدراسية تلبية لحاجات وأنماط التعليم المختلفة وضمان التعلم المرن للطلبة والاستباقية والريادة في مجال التطور التكنولوجي لنحقق ما نصب إليه في عملية تطوير التعليم والتدريب وعبر سموه عن شكره وتمنياته للمشاركين في المؤتمر والقائمين على تنظيمه بالتوفيق والنجاح وقد ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة قدم خلالها الشكر لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لرعايته للمؤتمر مؤكدا أن التعليم الإلكتروني أصبح يأخذ حيزا مهما في مختلف مجالات التعليم لما له من أثر هام على الواقع الاقتصادي كما ألقى كل من الرئيس التنفيذي لبولي تكنيك البحرين الدكتور جيف زابوتسكي والسيدة إما جناحي رئيس المؤتمر والبروفيسور ستيفاني مارشل الرئيس التنفيذي لأكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة والسيد أحمد أمين عاشور مدير إدارة التعليم في شركة مايكروسوفت بمنطقة الخليج العربي ألقوا كلمات تناولوا خلالها أهمية التعليم الإلكتروني ومميزاته والبرامج الإلكترونية والتصاميم والتطبيقات التي تسهل عملية التعليم ثم تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم المتحدثين الرئيسيين والجهات الراعية للمؤتمر ثم تجول سموه في معرض التعليم الإلكتروني الذي يضم عددا من الشركات المعنية بالتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم موسيقى موسيقى بخطة ثابتة تسير عجلة التعليم في مملكة البحرين نحو التطور والارتقاء بأدوات التعليم الإلكتروني في كافة المستويات التعليمية تماشيا مع أعلى المستويات الأكاديمية العالمية وتأكيدا على أهمية تعزيز المكانة العلمية التي تتمتع بها مملكة البحرين حيث تعد البحرين من الدول الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني وهو ما ينعكس على مخرجات التعليم الرافدة لسوق العمل البحرينية في الواقع أن هذا المؤتمر الذي حظى بشرف تفضل سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلسة على تطور التعليم والتدريب برعايته يحمل الكثير من المعاني هذا المؤتمر وهو التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلمات والاتصال وكيفية التعامل مع هذه المنظومة اليوم التي أصبحت تؤثر في المدرسة وفي الجامعة وفي الفصل الدراسي وما تطلبه ذلك من تعليم والتطوير على صعيد كافة المؤسسات التعليمية سواء كانت تعليم أساسي أو تعليم عالي في الواقع في مملكة البحرين ولله الحمد بدعم القيادة الحكيمة في بلدنا العزيز قد قطعنا شوطا كبيرا منذ عام 2005 وخمسة عندما تم تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل هذا المؤتمر مؤتمر التعلم الإلكتروني جاء بتنظيم من جامعة بولي تكنيك البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب فهذه اللقاءات التعليمية المستمرة على أرض مملكة البحرين تعكس مدى الاهتمام المستمر من قبل الحكومة الرشيدة برفض القطاع التعليمي هذا المشروع الذي تفضل به سيدي حضرة صاحب الجلالة أحدث نقلة نوعية في الفصل الدراسي وكانت البحرين سباقة على هذا الصعيد في تهيل طلابنا إلى مرحلة مهمة وهي مرحلة التعليم الإلكتروني ولبعدنا اليوم في التمكين الرقمي وشفنا كيف أصبح لغة العصر من خلال ما تم عرضه اليوم كذلك أن مملكة البحرين تستطيع مركز تكنولوجيا المعلمات والاتصال وهو مركز له دور كبير جدا في تدريب المعلمين وكل من له علاقة بالتعليم الإلكتروني ولله الحمد هذا المركز الذي يعمل بالتنسيق مع منظمة اليونسكو قد تدرب أكثر من 13 ألف شخص من داخل وخارج مملكة البحرين في الواقع نحن نسعى في وزارة التربية والتعليم وفي المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بشكل عام إلى تعزيز المبادرات التي تخدم مملكة البحرين وأيضا متابعة كل ما هو جديد في مجال التعامل مع التعليم الإلكتروني والتكنولوجيا المعلمات والاتصال هذا المؤتمر جاء تحت شعار امتياز التعلم الإلكتروني في التعليم العالي بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المختصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتوظيفها في التعليم ويتضمن المؤتمر عدد من الجلسات النقاشية والعروض المتخصصة في مجال التعلم الإلكتروني عامة وفي التعليم العالي خاصة واقع تعليمي مميز تعيشه مملكة البحرين يرتقي بمخرجاته التعليمية إلى أعلى المستويات لأنه بكل بساطة وكما بيّن هذا المؤتمر يرتقي بالمخرجات التعليمية الأكاديمية والإدارية إلى أعلى المستويات ويتخذ من التعليم الإلكتروني ركيزة أساسية لتطوير مخرجاته يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين